ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق والمتضررين من تداعية تفشي جائحة كورونا فيما يتعلق بقطاع السياحة والذي تقدم به السيد وزير الشغل والإدماج المهني ويحدد مشروع هذا المرسوم بحسب بلاغ صادر عن المجلس الحكومي ليومه الخميس 17 شتنبير الجاري الذي تقدم به وزير الشغل والإدماج المهني فترة الاستفادة من التعويض المذكور والذي تمتد من فاتح يوليوز إلى 31 دجمبر 2020 وحدد القطاعات الفرعية المعنية وهي مؤسسة الإيواء السياحي المصنفة وكالة الأصفار المرخص لها من قبل السلطات الحكومية المكلفة بالسياحة النقل السياحي بالنسبة للأشخاص المرخص لهم من قبل السلطات الحكومية المكلفة بالنقل فئات العمال المستقلين وهم المرشدون السياحيون كما يحدد مشروع هذا المرسوم شروط وكيفية الاستفادة إضافة إلى كيفية وأجال التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للمشغلين وللعاملين غير الأجراء المعنيين بمقتضاياته نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومي